السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بينما كانوا مجتمعون كفار قريش عند الكعبة وكان أبو جهل موجود مر من نبي عليه الصلاة والله فقام أبو جهل الخسيس قام وسب النبي عليه الصلاة والله وتكلم كلام قبيحة لنبي عليه الصلاة والله حتى أذى بعد الحادثة هذه النبي عليه الصلاة والله ما تكلم مشاوراح البيت دخل مكة من حمزة 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 كان في الصيد ودخل الحرم الشريف فطاف في البيت سبع شواط إلا امرأة نادي يا أبا عمارة يا أبا عمارة فالتفت لها فالتفت عليها حمزة فقال ما الأمر قالت أما علمت ما فعل أبا الحكم بابن أخي أبا الحكم طبعا هو أبو جهل فقالت لقد آذاه وسبه سبا قبيحا فاستغاض غضبا من ولسان حال حمزة الظاهر هذا أبو جهل ما بعنا أحد وصل الأمر فيه أنه يتكلم على ولد أخوي وأنا موجود فغضي بحمزة وجاء على طول عنده أبو جهل وجالس بنواديهم ومجتمع عند شلة وربعة ويرحكونوا مستنسين ويجي عليه على طول حمزة والسوالة فجاء حمزة ومعه قيل الغمد السيف أو القوس فجاء على طول قدام قد ما معبره مصلا خيل معي في الخفاء أن الإيمان بدأ ينزل على قلب من حمزة وهو غضبان ماذا قال فعلى طول جاء عنده ومعه غمد السيف أو القوس فمسك أبو جهل ويضرب على راسه يوم صك على راسه قال أتشتم ابن أخي وأنا على دينه قال له قاموا ربع أبو جهل يبوني طبعا شج راسع قال له قاموا يبوني دافعون عن أبو جهل قال فقال لهم أبو جهل أجلسوا والله إلا قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا فمضى حمزة بس تعالوا ما لاحظتوا شي حمزة ترى ما كان مسلم ما أصلم حمزة بس شلون يقول وأنا على دينه شلون فبدأ حمزة وراح البيت قال تعالوا ما شلت وأنا على دينه فأخذ تلك الليلة يجمع يفكر طبعا العرب وثاني يوم على طول الصبح راح حمزة رضي الله عنه وأرضى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال علمني الإسلام فأسلم حمزة فسر النبي فلما علمت قريش أن حمزة أسلم ارجعوا رأي وس وقالوا يا جماعة رتبوا صوفكم يا جماعة ترى حمزة شجاع وقوي معروف بأسه عند كفار قريش فالآن ما عاد يأذون النبعس السلام هاك الأبى مثل أول فبدأت قريش تخطط تخطيط ثاني حتى تميت هذه الدعوة فالآن حمزة قوي أثناء التخطيط جاهم رجل شجاع فقال أنا أكفيكم محمد أعطوني السيف ويمشي هذا هو الراح هل يقتل النبعس السلام وهل قتل